طلاب الثاني متوسط الرحب بكم حياكم الله طلابنا لعزاء في هذا الدرس اليوم رح نتحدث عن موضوع التنقيط البنكتشويشن من المواضيع المهمة واللي عليها خمس درجات بالامتحانات الشهرية وبامتحانات نصف السنة وكذلك في نهاية السنة فخليكم ويانا وخليني بدي هذه محاضرتنا اول ملاحظة عندنا يقول يستعمل الحرف الكبير كابتل لشه الحرف الكبير في هذه الحالات في بداية الجملة وبعد النقطة وبعد علامة الاستفهام اذا الحرف الكبير بداية الجملة بداية الجملة نستخدمها حرف كبير بعد علامة الاستفهام وبعد النقطة اذا انا عندي نقطة جملتين بديها نصف جملة احنا رح نستخدم احنا بالنسبة انه هو كابتل لتر حرف كبير زين اسماء المدن والبلدان يعني مثلا مثلا عندنا إراك بغداد بصرة تركيا هذن دائما نسويه من تجيك بكلمة جملة تسويها مع أيام الأسبوع سندي موندي تيوزدي مع الأشهر جانوري فابرواري مارش هاي أشهر سنة كلها أيضا نسوي بدايتها كابيتال مع الألقاب مثلا مستر ميرس ميس هذي كلها نستخدم بها كابيتال وكذلك مع أسماء الأشخاص علي فاطمة ماهر عمر محمد نور كل هذه نسويها كابيتال وكذلك الضمير آي يكون كبيرا أين وجده في الجملة أذن الحرف الكبير يستخدم في هذه الحالات اللي ذكرناها لكم ولا ننسى أسماء الأشخاص والضمير آي دائما ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي الفول ستوب أو النقطة العادية اللي بتشوفها بالخط اللي تشوفها بالخط هذه الأحمرة نقطة الاعتيادية يقول لك وهي النقطة توضع في نهاية الكلمة المثبتة أو جملة عفوا في نهاية الجملة وليس الكلمة توضع في نهاية الجملة المثبتة أو المنفية توضع في نهاية الجملة المثبتة أو المنفية فاطمة went to بغداد on monday هنا أول خطأ عندنا هذا capital فاطمة لازم بداية جملة حرف كبير went ذهبت بغداد اسم مدينة قلنا capital نسويها capital وهنا المندي يوم الأثنين لازم نسويها capital طالب بدايتها وهنا نقطة الهاية الجملة لازم نخلي نقطة علامة التعجب مثل ما تشوفها هاي من تشوف بعض الكلمات وأكثر شيء كلمة واو من تشوف كلمة واو هاي تخلي علامة التعجب أكثر شيء تستخدم ويا واو زي علامة الاستفهام تستخدم عند نهاية الجملة الاستفهامية من تجيق جملة بيها علامة سؤال نستخدم لها علامة استفام يعني شنو يعني من تلقي الجملة بادية بوات أو أو هو أو وير هذي أدوات السؤال كلهن أو الأفعال المساعدة الكن الاس دو دز ديد هاف هاز ويل هاد هذن كلهن أفعال مساعدة من نشوفهن بالجملة من نشوفهن بالجملة طبعا من ضمن هين اللي وير أيضا كذلك الواز هذن كلهن أفعال مساعدة من نشوفهن بالجملة معنى هاي جملة سؤال إذن لازم نخلي علامة استفام في نهاية الجملة خلي ناخذ مثال إحنا نباوى على الجملة وش أخذنا ملاحظات نحل عليها عندنا الدد بداية الجملة لازم حرف كبير علي اسم علم علي اسم علم يعني اسم شخص كابيتال نزل تكمل الجملة تركي دولة كبير مارتش شهر كبير وهنا علامة استفام ليش خلينا علامة استفام لأنه عدنا الدد هنا هذه وحدة من الأفعال المساعدة اللي تجيني مع السؤال هذي وينه هذي وينه الدد فذني هذه بالنسبة لعلامة الاستفام نجي إلى الفارزة العلوية الفارزة العليا عفوا أو الفارزة العليا الأبوسترافي الفارزة العليا هاي الفارزة توضع في الحالات التالية أكو حالات كثيرة أكثر شي لما تجيك الكانت بدون فارزة تخلي لها كانت الأم بدون فارزة تخلي لها هاي اللي تشوفهم قدامك هذني تحفظهم ذني فوارز لازم تخلي لهم فوارز زين وهنا عندك مثال نور كامس فرام إراك راح أصير نور كابتال كامس تنزل إراك كابتال نخلي علامة الجملة علامة الفارزة النقطة الفول ستوب في نهاية الكلمة في نهاية الجملة هذا هو هذا هو أهم أهم موضوع وأسهل موضوع ووضحناه إن شاء الله صار واضح ومفهوم واللي عنده سؤال أو استفسار يقدر ينزلني بالتعليقات ولا تنسون شاركوني الفيديو ده نتعبه وايح حقيقة بس مدى نشوف أكو مشاركات ولا نشوف أكو تفاعل ترجمة نانسي قنقر